فصيل حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل من مستشار وزير الدفاع للمشروعات ورئيس هيئة الامداد والتموين في القوات المسلحة ومدير إدارة المهمات وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توجهات السيد الرئيس بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة مع نهاية شهر نوفمبر الجاري حيث أطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع اطلع على الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل القوات المسلحة بالتنصيق مع الوزرات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين من تلك السلع وخصوصا من اللحوم والدواجن هذا وقد أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التومين أنه تم تكثيف السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة في معظم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي لا توجد بها فروع للمجمعات الاستهلاكية وأضف أنه تم ضخ وتكثيف كميات كبيرة من هذه السلع بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة تراوح بين 20 إلى 25% وذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وهي الأهرام والنيل والأسكندرية وفروع شركتي الجملة والمصرية للحوم والمصرية للأسماك وللحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التومين يا أهلا بيك أستاذ محمود أهلا بيك أستاذ الشريف وأهلا بكل مشاهدينك الكرام أستاذ محمود يعني كيف انعكست عملية ضخ هذه الكميات الكبيرة من السلع الغذائية على أسعار السلع في الأسواق بالفعل؟ بالتأكيد انعكست أكيد بالانخفاض لأن فيه إقبال كبير جدا من المواطنين على كافة فروع المجمعات الاستهلاكية لشارع احتاجاتهم من هذه السلع لأن احنا بنبيع بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تطرع من 20 إلى 25% سواء البقريات الحضر الفاكهة الدواجن مجمدة الأسماق أيضا اللحوم بأسعار مخفضة جدا عن القطاع الخاص ففيه إقبال كبير جدا من المواطنين ونحن بنعمل تقرير يوميا وفيه غرفة عملات في الوزارة بنتابع حركة المبيعات وإقبال المواطنين وفي نفس الوقت احنا قدعنا خط ساخن دوء 19-280 تترقى أي شكوى من أي منطقة في الجمهورية والعمل على حلها في نفس الوقت برضو دفل تكسيف السلع احنا بنضخ أيضا من سلع في المحفظات التي تضرر يا أسوح حمود أنت تتحدث عن الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على شراء هذه السلع المخفضة من قبل المعروضة من قبل أجهزة الدولة يعني أتحدث عن الأسواق العادية يعني هل جهاز حماية المسالك لمس وجود انقفاض في أسعار السلع أم أن ضخ كمياء كبيرة من قبل الأجهزة المعنية لم ينعكس بشكل كبير على أسعار هذه السلع هو بالتأكيد يا سيد الشريف لما يبقى في إقبال من المواطنين على السلع الموجودة بالمجمعات فده هيخف الضغط أو يقلل من الطلب على السلع بالأسواق فبالتأكيد نتعرف أن السوق ألياته عرضه طلب فكلما يقلل إقبال على المجمعات بالتأكيد بيقلل إقبال على السلع بمعروض بالأسواق فده هيؤدي إلى كسافة المعروض منها فتنخفض أسعار ده أليات اقتصاد بالإضافة بردك أنا بردك عاوز أقول للنقطة الثانية أن احنا أيضا أرسلنا سلع غذائية من خلال السلعات متنقلة لعدة قرى تضررت بسيول ده سؤال عاوز السلو اسم حمود طبعا المحافظات المتضررة خاصة الأسكندرية والبحيرة ومطروح وعدد من محافظات الدلتة تضررت بسبب يعني الأمطار الغزيرة وربما التي وصلت إلى حد السيول يعني ربما المشكلة في هذه المناطق مشكلة مضعفة كيف تعاملتم مع هذا الأمر؟ نحن ضخنا بسيارات محملة بالأغذية هذه المناطق ومن أعماكن من المناطق زوج عبدالقدر كان عدة قرى تضررت بسيول وانقطعت الطرق فتم توصيل لها سلع غذائية من فروع المجمعات السلاكية بالاسكندرية بالإضافة إلى سلع مجانية من المجمعات السلاكية وتبرعات من أهل الخير من أهل السكندرية وصلت فعلا لهذه القرى وتم تشكيل منهم هذه السلع وفي أي محافظة بيجينا أو بيخترنا أن ستحصل فى تضرر وفى قطع طرق نحن على الفور بنرسل لها سيارات محملة بالأغذية ده بالتنسيق والتعاون ما بين وزارة التومين والجهزة الخدمة الوطنية للقوات المسلحة يعني عدد الفروع على مستوى الجمهورية هل هو الأربع تلاف منفذ التي تم الإعلان عنها سابقا أم أنه تم زيادة هذا العدد ليغطي أكبر مساحة ممكنة من الجمهورية نحن في خطة أن نفتح فروع جديدة كل فترة أخيرة لكن الدكتور خلاكي نفتح خلال الفترة الماضية مجمع استهلاكي في مدينة القصير بالبحر الأحمر ومجمع استهلاكي بمدينة محافظة مرسة مطروح ومجمع استهلاكي بمحافظة كنة وإن شاء الله خلال أيام قليلة قادمة تتم فتح أربع مجمعات سلاكية بمحافظة أسوان وإن نحن في خطة نمش فيها نحن بفتح أكبر قدر من المجمعات تلكية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار محافظة في نفس الوقت نحن إن شاء الله قريبا جدا لو فنعلن عن مشروع جمعياتي وداء ساحة قرد سلع للشباب يتراح من 75 ألف إلى 100 ألف جنيه على الشيء بأنه بس يوفر لمنفذ ومرخص وتجيل تجاري وإن نحن هندخل السلع هذه السلع الهدف من أن نحن نوصل لأكبر قدر من المواطنين في نفس الوقت توفير فرص عمل للشباب وبردو في نفس الوقت تستشتري في إطار أن نحن عاوزين نخفض الأسعار بالأسواق لأول مرة تم توقيع اليوم رتوكول تعاون بين وزارة التأمين والتجارة الداخلية لوقع دكتور خالد حانف وزارة التأمين والمهندس محمد سويدي رئيس الاتحاد السنوات المصرية والمهندس طارع حسنين غير شعب التحبوب إن الأول مرة القطاع الخاص سيقوم بحصول على احتياجاته من الأقنح المستوردة من هيئة السلع التأمينية نظرا لأنها تفوقت فعلا عن قطاع الخاصة لأنها تشتري الأقماح مباشرة من الأسواق العالمية بكبنات كبيرة وشروط أفضل وأسعار مخفضة لم يستطيع القطاع الخاصة سلوح محمد بخصوص الأقماح هل تعلم وتعلم وزارة التأمين أن هناك أقماح مزالت لدى المزارعين من السنة الماضية حتى هذه اللحظة لأن الشوان الخاصة ببنوك التنمية والإتمان الزراعي فتحت الأبواب أمام المزارعين لمدة الشهر ثم أغلاقت الأبواب يعني ليست هناك خطة لأخذ هذه الأقماح أو حتى المحصول الجديد إن شاء الله الموسم الجديد بالنسبة للقمح لا حضرتك بالنسبة لأن في بعض المزارعين عندنا أقماح دى أستبعدها لسبب بسيط جدا أنا أعرف هذا الأمر على شخص يا سوزي محمود ما أنا أقول حضرتك لأن أولا السعر السنة دي كان مشجع جدا من 420 جنيه ما هو مشجع بس ما حدش خده منه بنفس الوقت الباب ما تفتحش شهر لا الباب يمكن أقل من شهر أسفو حمود كمان لا حضرتك الباب تم فتحه أول شهر أبريل وتم غلقه من تطف شهر 6 يعني التمر أكثر من شهرين ونص يعني أنا أتكلم حضرتك يعني لو عاوزين حاجات بشكل محدد في محافظات ده موجودة بالفعل الأسف الشديد بعدين في نوطة تانية أن حضرتك ذاتك لأول مرة تم التغيير وتعديد نظام السلام القمح المحلي من المزارعين ومتبارك أنها يتم دفع الدعم مباشرة للفلاح لو ألف وثلاثم جنيه عن كل فدان فأقصى حد 25 فدان الفلاحة يحصل عليهم مباشرة خلال شهر يناير قبل موسم الحصاب وده هيتحل الفلاح كم ميزة أولا أن يحصل على دعمين دعم مباشر عن كل فدان بيحصلوا بيحصل عليه لأن كان فيه وسطاء بنفس الوقت أن يحصل على الدعم للخبز لأن كان معروف أن معظم المزارعين وخاصة أطحاء الحيثات الصغيرة كان بيحتفظ بجزء من أقمحهم لإتاج خبز في ملدينهم لصعبة المصول على الخبز المدعم دلوقتي بعدما توفر الخبز المدعم في كافة المحافظات بدون طوابير طوال اليوم أصبح الفلاح محتاج أن يحتفظ بجزء من أقمحه للخبز فأصبح دلوقتي يحصل على دعمين دعم مباشر من الدولة عن كل فدان 1300 جنيه في نفس الوقت يحصل على دعم الخبز لأن دلوقتي بيحصل على دعم الخبز المدعم بكل سهولة وأيضا في نفس الوقت القضاء على المحتكرين كانوا بتوسطهم ويجمعوا أقمح من المزارعين وضحت الصورة لأستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التومين شكرا جزيلا لك إلى موضوع آخر حيث شهدت